السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وقسوتنا وكذوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من هم أحب الناس إلى قلب رسول الله نعرف بعدما نصلى على حبيبنا صلى الله عليه وسلم من المؤكد أن النبي لا يحب إلا المؤمنين الطيبين الصالحين الطاهرين التوابين بفضل رب العالمين سبحانه وتعالى فعلى العوم كل أهل الإيمان هم أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن على وجه الخصوص لا نستطيع أن ننسى أبدا حب النبي صلى الله عليه وسلم لأمنا خديجة رضي الله عنه وأرضاه اللي كان بيدرب به المثل حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل يوما عن أمنا خديجة قال كلمة تكتب على الصدور بماء الذهب قال إني قد رزقت حبها الله فاعتبر حبه لأمنا خديجة رزق ساقه الله عز وجل إليه صلى الله عليه وسلم بل وفي الحديث العجيب الذي رواه مسلم إن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أرسل عمر بن العاص في سرية ذات السلاسل فانتصر وغنم غنائم كثيرة ثم عاد فقال في نفسه لو سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليك فمن المؤكد أنه سيكون أنت يا عمر وإذا بعمر يجد مفاجأة عجيبة رضي الله عنه وأرضاه ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله من أحب الناس إليك فقال عائشة قال له فمن الرجال قال أبوها قال ثم من قال أبو بكر قال عمر ثم من قال عثمان وهكذا فلم يسأل بعد ذلك عمر بن العاص رضي الله عنه أرضاه وصرح النبي صلى الله عليه وسلم بحبه لكثير من الصحابة فمن بين هؤلاء كما ورد في الحديث الذي رواه أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ من الجبل والله يا معاذ إني لأحبك يا بغتيهم يا بغتيهم اللي سموا الكلمة دي من سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم قال له والله إني لأحبك فلا تدعن أن تقول في دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك الله أكبر فالنبي يحب أهل الإيمان ويحب أهل الطاعة بفضل الله سبحانه وتعالى وهنا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأحب الناس وأقربهم منهم مجلسا يوم القيامة أي في الجنة فيقول صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بإسناد حسن ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة قالوا بلى يا رسول الله قال أحاسنكم أخلاقا الله وفي رواية الطبران في الأوسط بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحبكم إلي أحاسنكم أخلاقا الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويألفون وإن أبغضكم إلي المشاؤون بالنميمة اللي بيمش بين الناس بالنميمة المفرقون بين الأحبة الملتمسون للبراء العنت الله أكبر ولذلك وضح النبي مكانة حسن الخلق فقال كما عند أبي داود بإسناد حسن أنا زعيم يعني أنا ضامن ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه يا سلام فكلما ازددنا في أخلاقنا حسنا بفضل الله كلما اقتربنا شيئا فشيئا من النبي في الجنة صلى الله عليه وسلم وكلما زاد حسن الخلق في قلبك وفي معاملاتك وسلوكياتك وتصرفاتك وأخلاقياتك كلما ازددت قربا من النبي صلى الله عليه وسلم فمن أراد قربا من النبي فلابد أن يكون حسن الخلق مع الله بأن يمتثل أوامر الله وينتهي عما نهى عنه الله عز وجل وأن يكون حسن الخلق مع رسول الله بأن يحب الرسول صلى الله عليه وسلم وأن يمتثل أمره وينتهي عن نهيه وأن يصدقه فيما أخبر وأن يكون حسن الخلق مع الملائكة فلا يجعل الملائكة تطلع على شيء قبيح ولا على ذنب يرتكبه في حق الله سبحانه وتعالى وأن يكون حسن الخلق بع القرآن بأن يكون تاليا لكتاب الله متدبرا لكتاب الله عاملا بكتاب الله مستشفيا بكتاب الله متحاكما إلى كتاب الله وأن يكون حسن الخلق مع الناس جميعا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تتمحوها وخالق الناس بخلق حسن الله أكبر إذن فمن كان يسعى لأن يكون من أحب الناس إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا بد أن يحسن أخلاقه أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم حسن الخلق وأن يجعلنا وإياكم من أقرب الناس وأحب الناس إلى رسول الله وأن يجبعنا مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته